الآن على منصة اليوتيوب أصبح من السهل من أي وقت مضى على القنوات الصغيرة والمبتدئة تحقيق النجاح على هذه المنصة الرائعة يسألني أحد المشاهدين كيف سأحقق النجاح على هذه المنصة وقناتي تحتوي على 700 مشترك فقط ومحتوي ينافز القنوات الكبيرة التي تحتوي على مئات الألاف من المشتركين يا أخي عدد المشتركين كان يؤثر في الماضي عندما كانت خوارزميات اليوتيوب تعتمد على كثرة المشتركين في القنوات الآن الأمر مختلف تماما فخوارزميات اليوتيوب تعتمد على نسبة النقد للظهور وأيضا على الاحتفاظ بالجمهور فيسألني ثانية كيف سأجد هذا الجمهور لينقر على فيديواتي ولأحتفظ به هذا السؤال سأجيبك عليه في هذه الحلقة لكن علينا أن نبدأ من الأول فيسألني بحماس ودهشة من الأول من أين الأول هو فهم هذه الخوارزميات أو هذه الروبوتات كيف تعمل وكيف تمت برمجتها ونعمل لإرضائها حتى تحب قنواتنا وتبدأ في اقتراحها لجمهور أوسع وفي هذا الفيديو أيضا مثل العادة سأقدم لك طريقة مبتكرة تساعد هذه الخوارزميات على فهم قنواتنا بسرعة وعلى إجبارها على البدء في اقتراح قنواتنا حتى وإن كانت القناة صغيرة أولا هذه الصورة تجسد خوارزميات اليوتيوب أو بالأحرى دماغ اليوتيوب خوارزميات اليوتيوب هي عبارة على روبوتات تم برمجتها بقوانين ستعمل وهي على تطبيقها وتعتمد هذه الخوارزميات على ثلاثة عناصر العنصر الأول هو الجمهور والجمهور هو الحاكم الفعلي على هذه المنصة يعني هو بتصرفاتي على الفيديو الخاص بك سيحكم بينك وبين الخوارزميات العنصر الثاني هو نسبة النقر للظهور ونسبة النقر للظهور هي أن الجمهور عند مشاهدة الصورة المسغرة للفيديو الخاص بك يقوم بالنقر عليها إذا كانت نسبة النقر للظهور عالية يعني خوارزميات اليوتيوب ستفهم أن محتوك يحبه الجمهور لكن في هذا العنصر خوارزميات اليوتيوب غير متأكدة تماما بأن الفيديو الخاص بك مهم للجمهور لذلك علينا أن نذهب إلى العنصر الثالث وهو الاحتفاظ بالجمهور ويعني أنه بعد النقر على الفيديو الخاص بك إذا شاهد الجمهور محتوك مدع أطول هذا أيضا سيعطي انتباعات إيجابية لخوارزميات اليوتيوب بأن الفيديو الخاص بك يقدم إضافة ومهم للجمهور والجمهور يحبه وبالتالي ستبدأ خوارزميات اليوتيوب باختراع الفيديو الخاص بك إلى جمهور أوسع وأكبر وبالتالي ستتحصل على مشاهدات كبيرة وستتحصل على مشتركين جدد على قناتها لذلك ما علينا فعله نحن كمنشئين محتوى هو كيف نجلب هذا الجمهور وبعد ذلك كيف نجعل هذا الجمهور ينقر على الفيديو الخاص بنا وبعد ذلك كيف نحتفظ بهذا الجمهور حتى نحقق النجاح على هذه المنص وفي هذا الفيديو سوف نجد حلول لآلية الثلاثة كيف 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 وبعد ذلك سأقدم لكم طريقة تستطيعون استعمالها أو تفعيلها على قنواتكم حتى تستطيع هذه الخوارزميات التعرف على الفيديو الخاص بكم بسرعة عند رفعه على منصة اليوتيوب هذه الحلقة شباب مهمة مهمة جدا للنجاح على منصة اليوتيوب لذلك أحرص جيدا على فهم هذه الاستراتيجية أولا سنبدأ بالجمهور كيف سيجد الجمهور المحتوى الخاص بناء على منصة اليوتيوب وقناتنا مزالت صغيرة ومزالت مبتدعة بالطبع سيجده في محركات البحر ولذلك علينا القيام بعدة خطوات حتى يظهر المحتوى الخاص بناء على محركات البحر وقد شرحت لكم على هذه القناة في بيديوين أولا كيفية إيجاد كلمة مفتاحية لم يستعملها أي شخص على منصة اليوتيوب وتكون كلمة قوية بالأدوات المجانية وبعد ذلك التطابق بين العنوان الوصف والتاك حتى تساعد محركات البحر على إظهار المحتوى الخاص بناء للجمهور وسأضع لكم رابط هتين الحلقتين في صندوق الوصف أسفل الفيديو وأيضا قمنا بنشر لكم النتائج للفيديوهات التي رفعناها بهذه الاستراتيجية على منتدى اليوتيوب حيث أن الفيديوهات الخاصة بنا ظهرت مع القنوات الكبيرة في الصباح الأولى على منصة اليوتيوب وباستعمالكم لهذه الطريقة وهذه الاستراتيجية يعني أننا حققنا العنصر الأول وهو الجمهور الآن سنذهب إلى العنصر الثاني وهو نسبة النقر للظهو هذه الكلمة هي كلمة أنجليزية مترجمة باللغة العربية ولفهمها جيدة علينا كتابتها كما كتبت باللغة الأنجليزية لتصبح هذه الكلمة الظهور النقر نسبة ولإحترام هذا العنصر علينا بإحترام هذه الثلاثة كلمات الأولى الظهور وهو ظهور المحتوى للجمهور الخاص بناء وقد قمنا بشرحه في العنصر الأول وهو الجمهور أما الكلمة الثانية في هذا العنصر وهي النقر وبعد ذلك النسبة إما عالية إما منخفضة أولا علينا احترام كلمة النقر في هذا العنصر وليقوم الجمهور بالنقر على المحتوى الخاص بكم يجب عليكم احترام أيضا عنصرين وهما الصورة المصغرة والعنوان يجب أن تكون الصورة المصغرة جذابة عليها بعض الكلمات تشير إلى المحتوى الخاص بكم تكون واضحة وسهلة القراءة وبعد ذلك يأتي العنوان الذي على إثره سيقوم الجمهور بالنقر على الفيديو الخاص بكم وإذا تبقتم الاستراتيجية سوف أيضا تحترمون هذا العنصر أو هذه الكلمة وهي النقر الآن سنمر إلى النسبة لتكون نسبة النقر للظهور عالية يجب أن يكون العنوان كما قلنا جذاب والصورة المصغرة أيضا يجب أن تكون جذابة بهذه التاريخة سوف تتحصلون على نسبة عالية وسوف تتخطون المرحلة الثانية وهي نسبة النقر للظهور بعد ذلك سنتحول إلى العنصر الثالث وهو الاحتفاظ بالجمعور لإحترام هذا العنصر شباب يجب عليكم معرفة أولا كيفية تقديم المحتوى الخاص بكم وأيضا المحتوى الخاص بكم يجب أن يكون محتوى ضو قيمة بالممارسة في صناعة المحتوى وفي نشرة المحتوى للإحتفاظ بجمعوركم يعني عليكم تجربة عدة فيديوهات من الأول وبعد ذلك تذهبون إلى أحسائيات هذه الفيديوهات وتلاحظون أي من الفيديوهات التي احتفظت أكثر بالجمعور وبالتالي ستقومون بنفس الأداة الذي قمتم به في الفيديو الذي تحصل على احتفاظ بالجمعور بنسبة عالية وعليكم أن تعلموا أن كل منشأ محتوى ينجع على هذه المنصة عندما يجدوا الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بالجمعور هناك من يستعمل الفكاة في فيديوهاتي وهناك من يستعمل الصرامة وهناك من يستعمل طرق أخرى لكن في الأول يجب أن يكون الفيديو الخاص بك يقدم الإضافة للمشاهد أو للجمعور حتى إن قمت بإعادة طرق تم نشرها في قنوات أخرى سيبقى دائما الأداء الخاص بك هو الفيسر للحفاظ على الجمعور يعني شباب الحفاظ على الجمعور يكون عليك أنت كمنشأ محتوى أن تجد الطريقة التي تحافظ بها على جمعورك إذا أحترمتم هذه الثلاثة عناصر التي تطبقها خوارزميات اليوتيوب فإن هذه الروبوتات ستحب قناتك وستبدأ في اختراحها لجمعور أوسع وستبدأ في الحصول على مشاهدات كبيرة وكبيرة جدا أيضا والآن سنذهب إلى المحور الأخير في هذه الحلقة وهو كيفية جعل خوارزميات اليوتيوب التعرف على المحتوى الخاص بنا بسرعة واقتراحه إلى الجمعور المناسب خوارزميات اليوتيوب تتعرف على المحتوى من خلال الكلمات الرئيسية وبما أننا قناتنا مخصصة في مجال معين يعني أن بعض الكلمات المفتاحية سنستعملها دائما في نشر فيديوهاتنا وعند استعمال دائما هذه الكلمات المفتاحية سوف تتعود عليها خوارزميات يوتيوب في المحتوى الخاص بنا وبذلك عند قراءتها لهذه الكلمات سوف تعرف بسرعة أن هذا المحتوى خاص بنا وبالتالي سوف تقترع فيديوهاتنا في المكان المناسب حسب مجال المحتوى الخاص بنا وللقيام بهذه العملية علينا اختيار الكلمات الرئيسية التي نستعملها دائما على محتوانا وبعد ذلك سوف نقوم بكتابة فقرة ذات معنى من 500 أو 600 كلمة تحتوي على هذه الكلمات الرئيسية وأيضا سوف نثبت هذه الفقرة على قناتنا حتى تظهر أوتوماتيكيا في كل فيديو نقوم بنشره دون كتابة الفقرة دائما ووضعها دائما في صندوق الوصف تابعوا معي هذه الطريقة الهامة والهامة جدا حتى تجبرون في المستقبل خوارزميات يوتيوب على اقتراح فيديوهاتك لماذا قلنا في المستقبل؟ لأننا علينا بنشر ثلاثة أو أربع فيديوهات حتى تبدأ خوارزميات اليوتيوب في معرفة المحتوى سندب هنا إلى تشات جي بي تي ولاحظوا هنا في هذا البلوغ نوت قمت بتجميع كلمات مفتحية استعملها دائما في الفيديوهات الخاص بي منها السر لا تعرفه في اليوتيوب سر النجاح على اليوتيوب كيفية النجاح في اليوتيوب سر النجاح في اليوتيوب الربح من اليوتيوب أسرع طريق لزياد المشاهدات طريقة زياد المشاهدات قناة اليوتيوب أيضا أضفت كيفية فتح قناة اليوتيوب احترافية قناة يوتيوب كيف أبدأ قناة على اليوتيوب من السفر وافتح قناة على اليوتيوب في المجال الذي اخترته لقناتي وهو مجال الربح من اليوتيوب نستعمل دائما هذه الكلمات المفتحية أيضا هنا كتبت هذا الأمر للتشات جي بي تي اكتب لي فقرة من 600 كلمة منظمة وذات معنى مؤلفة من هذه الكلمات ووضعت الكلمات الرئيسية الآن سأخذ كل هذا النص وأتحول إلى تشات جي بي تي وأقوم بوضعها في خالة الدردسة ثم الدردسة وانتظر قليلا بعد الانتهاء علينا بقراءة كل هذه الفقرة وإذا أردنا حذف بعض الأشياء نقوم بحذفها وإذا أردنا أيضا تغيير بعض الأشياء نقوم بتغييرها الآن سنذهب على القناة وسنرى كيفية تثبيت هذه الفقرة وسترون الفقرة التي قمت بتثبيتها على قناة هذه هي القناة الخاصة بأسرار الأربع سنذهب هنا إلى برسلوليزي لشان نضغط عليها وبعد ذلك سنذهب هنا إلى الأسفر إلى براماتر نضغط عليه وبعد ذلك سنضغط على هذه القناة براماتر ديميز أونلين نضغط عليها وشاهد هنا نستطيع إضافة عنوان وسيظهر هذا العنوان دائما عند نشر الفيديوهات أيضا نستطيع وضع الوصف وأيضا نستطيع وضع الفيديو الخاص بنا بيبليك أو لا وأيضا نستطيع وضع التاق أو الكلمات المفتاحية وإذا وضعنا شيء في هذه القناة سوف تجده أوتوماتيكين في العنوان أو في الوصف أو في الكلمات المفتاحية على الفيديو الجديد الذي تقوم بنشري وبالنسبة لي هذه الفقرة التي قمت بتثبيتها وأيضا لو ضعبنا إلى الأسفل تلاحظون هنا أنني قمت بوضع أيضا أسرار الأرباح وهو اسم قناتي باللغة العربية وباللغة الأجنبية أيضا في الوصف أضفت الهاشتاقات الهاشتاقات شباب مهمة ومهمة جدا لتتعرف خوارزمية يوتيوب على المحتوى الخاص بكم لذلك يجب إضافة الهاشتاقات أيضا مع الفقرة التي يقدم عليكم التشات جي بي تي ولعدوا أنني وضعت هاشتاقات خاصة بالمحتوى الخاص به كاليوتيوب نجاح زياد المشتركين استراتيجيات يوتيوب مشاهدات محتوى يوتيوب نصاح يوتيوب نجاح قناتك إلى غير ذلك يعني حسب مجال المحتوى الخاص بكم بهذه الطريقة شباب بعد أن تنشر فيديوين أو ثلاثة ستبدأ خوارزمية اليوتيوب بالتعرف بسرعة على المحتوى الخاص بكم بما أنها تعودت على قراءة هذه الفقرة في كل فيديو تقومون بنشره بعد تطبيقكم لهذه الاستراتيجية ستجدون نتيجة أمتازة وامتازة جدا في أحسائيات قنواتكم حينها عودوا إلى هذه القناة واكتبوا لنا تعليق محفظ وأيضا اكتبوا لنا أن تحصلت أحسائيات قناتكم بهذه الطريقة أم لا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن يكون الشرح واضح كما أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر